نروح بقى على مقار موقع يلا كورا وإزمارتنا العزيزة سلاح حامد ونتابع معها أهم الأخبار الرياضية في كافة الصحف والمواقع وحيكون كمان لها لقاء مع الأستاذة مننا عمر الصحفية في موقع يلا كورا صباح الفل عليك وصباح الفل على ضفتك تفضلي صباح الخير يا كريم وطبعا بصبح عليك أنا هاوندو على كل مشاهدي متابعي شاشة وقناة النيدي الأهلي في كل مكان يوم جديد وحلقة جديدة أكيد من 10 الصبح في الأهلي وطبعا جولة صحفية جديدة ولكن المرات يا كريم زي ما انت قلت من موقع يلا كورا هكون معكم وكمان ضفتي النقدة الرياضية والصحفية الأستاذة مننا عمر اللي هتكلمة طبعا بتفاصيل النهاردة عن أخبارنا كل الأخبار هتكون أخبار رياضية من الصحف العالمية أو كمان المحلية ويمكن أول خبر معنا النهاردة من موقع يلا كورا مصر تتحدى تونس من أجل نهائي عربي استثنائي وتاني خبر معنا النهاردة من جريدة الشروق مواجهة خارج التوقعات بين المنتخب الوطني وتونس وكمة أفرو أسيوية بين قطر والجزائر والخبر الثالث معنا النهاردة من جريدة الجمهورية رقما في انتظار الفراري والخبر الرابع من روسيا اليوم بايرون مينيخ يحسم لقب بطل الخريف في الفاندس ليجا بخماسية في شباك شوتوت جارد يمكن النهاردة كل الأخبار دي هتتكلم معنا فيها الأستاذة منا عمر الصحفية والناقضة الرياضية من موقع يلا كورا طبعا يا أستاذة منا في البداية برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي وطبعا يعني في البداية خ신نا اتكلم معك في أول خبر النهاردة وهو مواجهة يعني معجهة كبيرة اللي هتكون موجودة نهاردة مواجهة مهمة ما بين يعني الان اتنين من المتخبات الكبيرة العربية منتخب مصر وتونس كلميني عن مواجهة النهاردة ان شاء الله اللي هتنطلق في التمام الساعة الخامسة مساء صباح الخير عليك يا سالة الأول وصباح الخير على كريمونة هواندف في الستوديو وصباح الفل طبعا على كل المتابعي قناة النادي الأهلي زي ما قلت طبعا عندنا مطش النهاردة مهم جدا مطش منتخب مصر وتونس مباراة كبيرة من وجهة نظري الشخصية أو بالنسبة لي دي من ضمن المباريات اللي كنت حطاها النهية تديني انطباع عن كارلوس كيروش مدرب المنتخب المباراة الأولينية كانت مباراة الجزائر رغم النهية المنتخبين كانوا تأهلوا وكان الفرق بس في الصدارة كده ولا كده كان المنتخبين ساعدوا مع بعض الربع النهائي إلا إن المباراة كانت قوية جدا شهدت حماس كبير جدا 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 ما بين العيب المنتخبين مباراة تونس النهاردة هتشهد نفس الأمر هيبقى في حماس ما بين منتخب تونس وما بين منتخب مصر خصوصا إنه اللي هيكسب في المباراة طبعا هيصعد للمباراة النهائية المنتخبين استعدوا بشكل جيد جدا على الرغم كمان إن منتخب تونس عنده لعيبة مهمة جدا زي غلال شعلاني زي فرجاني ساسي طبعا لعب زمالك السابق فخر سف الديني الجزيري طبعا لعبنا علي معلول منتخبنا برضو استعد بشكل جيد جدا للمواجهة دي الجمهور المصرية كمان منتظرة أن هي تشوف مباراة جانبية ما بين أكرم توفيق وعلي معلول طبعا لو علي معلول قدر أن هو يلعب النهاردة في الماتش مع منتخب تونس بالنسبة لي الماتش طبعا هيبقى فيه إصارة هيبقى فيه أهداف هيبقى فيه حظر طبعا في الأول ما بين المنتخبين خصوصا زي ما قلنا في الأول أن ده ماتش هيأهل للمباراة النهائية خبر برضو التاني معنا نهاردة أستاذا مننا وهو أنه خارج التوقعات طبعا كلما كانت متوقع أن في المباراة النصف النهائية من بطول الكأس العرب هيكون موجود منتخبنا الوطني وطبعا منتخب تونس مع بعض في مباراة النصف النهائية برضو كلميني عن المباراة دي بشكل مفصل وكمان مباراة قطر والجزائر بصي معظمنا أو معظم الجمهور المصرية كانت بالنسبة لها البطولة والدية هنجرب فيها اللعيبة المحلية هنشوف مين البدايل اللي ممكن نقدر نستعين بها في كاس أمم لو حصل إصابات للعيبة بروفا لتصفيات كاس التصفيات النهائية للمونديال لكن الحقيقة إحنا سقف توقعاتنا عالي يعني بعد ما عدنا المجموعات لا طب عايزين نعدي ربع نهائي عدنا ربع نهائي وصلنا نص نهائي فإحنا دلوقتي بالنسبة لأ لا إحنا عايزين نوصل نهائي لا وكمان ناخد البطولة الطرف التاني اللي هيلعب النهاردة منتخبين قطر والجزائر ودايما البلد المستضيف بتبقى مرشحة أكتر أنها توصل نهائي وأنها تاخد اللقب هذا الكلام هنا على منتخب قطر أما بالنسبة لمنتخب الجزائر فهو طبعا مش هيكون خصم سهل أبدا على الرغم أن منتخب الجزائر بلعب بالصف التاني بتاعه ومش الصف الأساسي مع غياب طبعا محترفين كتير مع غياب مدربهم أصلا الأساسي جمال بالماضي إلا أن منتخب الجزائر مقدم أداء عالي جدا 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 منذ بداية البطولة ومش هيكون مطش سهل خالص النهاردة على قطر بالعكس هيبقى مطش مسير جدا ممكن يمتد أكترا تايم ممكن يخلص ضربات جزائر يعني مش شرط أنه ممكن يخلص أثناء المطش يعني أو في الوقت الأصلي للمطش كان خبر تالت برضو معنا نهاردة من جريدة الجمهورية ويتكلم طبعا عن فرعون المصر النجم المصري ونجم المنتخب مصر وليفر فول محمد صلاح يعني سجل 14 هدف طبعا لحد دلوقتي خلاص فاضلوا رقمين وهيحقق رقم قياسي كلميني طبعا عن الخبر ده صلاح ماشي بمبدأ يعني إيه الأرقام القياسية اللي ما تحققتش وأنا حققها إيه إيه الأرقام الأساطير عملوها وأنا أوصلها لا أعديها صلاح دلوقتي وصل للمرحلة إنه هو أصلا بيكتب تاريخ باسمه هو ملوش دعوة حتى يعني أي لعب عربي بعد كده هيحترف في الدوري الإنجليزي هيقام بالمشكلة إنه هو يوصل للأرقام الحققة صلاح بل إنه هو يعديها كمان تمام لو جينا بصلا النهاردة إن ليفر بول هيلعب نيو كاسل هيلعب في أنفلد طبعا معقل ليفر بول المواجهات ما بين الفريقين صلاح لعب ضد نيو كاسل منزو ندمامو لليفر بول في صيف 2017 لعب 8 ماتشاط التمن ماتشاط ليفر بول مخسرش فيهم ولا ماتش كسب 5 وتعدل 3 وكل الماتشاط اللي تلعبت في أنفلد صلاح سجل فيها فليفر بول نزل النهاردة وفجيبه جون من محمد صلاح فأنا أتمنى له يا رب إن شاء الله التوفيق بإذن الله إن شاء الله يمكن برضو الخبر الرابع معنا النهاردة من روسيا اليوم وبيقول يعني أنه طبعا بايرن مينيخ حسمت لقب الخريف في طبعا دوري الألماني البوندس ليجا بعد ما سجلوا خمس أهداف في مرمى نادي شوتت جاردن الحقيقة أنا مش عرفة بايرن هيعطل إمتى أو هيعطل إزاي يعني حتى حظ فرعة دوري الأبطال بعد ما كان هيلعب قتلت كومادريت كان هيبقى مطش صعب نوعا ما هيلعب ريت بول سالسبرج النمساوي وطبعا ده من سوق حظ سالسبرج يعني بايرن دلوقتي متصدر طبعا بعد 16 جولة بروسيدة 40 نقطة والفر ما بينه ما بين بروسيا دورتموند اللي هو الوصيف 9 نقط ال16 جولة لبايرن هو كسب 13 وتعادل أول جولة مع بروسيا مونشينج لجلد باخ واحد واحد وتغلب موتشين بنفس النتيجة اثنين واحد قدام أكسبورج وقدام فرانكفورت فيعني نتمنى بقى يعني يحصل أي فيه منافس في الدوري الألمانية يعني هو كده خلص تقريبا نقرب أنه يحسم الدوري قبلها بفترة يعني وديه طيبا هتبقى المرة العشرة على التوالي لبارن أنه ياخد الدوري الألماني مننا عمر طبعا يعني الصحفية والنقضة الرياضية من موقع يلا كورا بشكر حضرتك جدا وصباح الخير رسيليك طبعا دا كان يا كريم نهواند لقاءنا مع الأستاذة من عمر الصحفية والنقضة الرياضية من موقع يلا كورا واللي طبعا كلمتنا بشكل يعني كبير وبالتفاصيل عن كل خبر معنا النهاردة واللي كان أهمهم طبعا المواجهة الكبيرة والمهمة اللي هتكون النهاردة إن شاء الله ما بين منتخبنا الوطني ومنتخب بتونس المباراة اللي هتنطلق النهاردة في تمام الساعة الخمسة مساء واللي كله طبعا منتظرها عشان يعني يفرح ويعني يشوف مصر إن شاء الله تكسب بتونس وتتأهل لنهائي من بطولة كأس العرب طبعا أنا معاكم لو في أي سؤال والآن لعودة مرة أخرى للستوديو كلمة لك طبعا يا كريم تفضل كل شكر ليكي والضبطك العزيزة نورتونا وشرفتونا اشتركوا في القناة